مزارعو الدورة الصفراء في محافظة بابل المشهورة بتصدرها زراعة هذا المحصول باتوا يعانون نتيجة ما يواجهونه من متاعب بسبب قلة الدعم الحكومي لمحصولهم وعدم الاهتمام بتسويقه نهيك عن تدني سعر المحصول مقارنة بالتكلفة التي باتت كبيرة كانت من المحافظات التي تحتل الصدارة بزراعة هذا المحصول لكن في هذا الموسم فوجئ برفع الدعم عن محصول الذرة الصفراء بما أدى إلى قلة أو انعدام تسويق المزارعي لمعامل الذرة الصفراء للنخفاض سعر الاستلام مقارنة بسعر انتاج تكلفة محصول الذرة الصفراء تسعر الدولة للأذرة الصفراء ليس صحيح للفلاح تسعر تماثين خمزين نارف هو يكلف الدولة بالمليون والتاج للأخر بعد 350 فاحنا نطرعنا بعد ما حاجز راع قمنا نشتغل عمالة وشون يعني هاي النظرة القاز الكيمياوي العالم هسا قعدت ما تشتغل مي ماكو كل على القاز وتسطيح المطارات ونتيجة التقصير الحكومي بدعم مزارعي درة الصفراء وخفض سعر الطن بشكل كبير ليصل إلى 250 ألف دينار رفض المزارعون تسويق محصولهم هذا العام إلى الجهات الحكومية وبات تحويل محصول لعلف أكثر جدوى بالنسبة لهم الدرة الصفراء ما صرفنا على موضة الكيميائي للدولة الدولة يقولنا نحن نبتلك كيميائي لين؟ هل ما نسوق للدولة؟ تسعيرتها هم يأخذون 250 وحسنونها أعلاف زين أعلاف حين 250 ما صرفنا كيميائي كراب للغاز من تطيه وثانيا ما يماكو مزارع الدرة الصفراء في بابل يقبعون اليوم بين سندان التقصير الحكومي ومطرقة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهونها وكلهم أمل أن تعود الزراعة الدرة الصفراء إلى سابق مجدها في محافظتهم بابل اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر